يَا دَمْ بِيَادٍ إِلَى الْجَنَّةِ يَا دَمْ بِيَادٍ إِلَى الْجَنَّةِ وَنُوْكُوَمْ كُنُوْ هَذِي بَيْبُونِ كُنُوْكُوَمْ بِيَادٍ إِلَى الْجَنَّةِ يَجَعَلِ الصَّدَقَ نَصُبَ عَيْنَيكُ يَنْمُ مَالُكُ وَيَثْقُل مِزَانُكُ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ نَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَالِ حَبَّةٍ أَمْبَةٍ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَهُ كَمَثَالِ حَبَّةٍ أَمْبَةٍ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَهُ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءَ والله واسع علم الجود فعل مفادل فظفر به يغنike من أفضاله عبدي إذا ملهم أرخا وزره فالبذل يشفي من مآسي ضره خير الأياد من سخت في بدلها فضل ربي ذاك فعل سره يقول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرد حسنا فيضاعفه له أضعاف كثيرا الله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ذبح أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها أي ما هو المتبقي من الشاه ولم يخرج للصدقة قالت السيدة عائشة رضي الله عنها ما بقي منها إلا كتفها قال النبي صلى الله عليه وسلم بقي كلها غير كتفها أي أن ما تأكله في الدنيا يبلا ويفنا أما الصدقة فهي التي تمضي إلى الآخرة فيبقى ثوابها قال الله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق كان سفيان الثوري ينشرح صدره إذا رأسائنا ويقول مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي وكان الفضيل بن عياض يقول نعم السائلون يحملون زادنا إلى الآخرة بغير حتى يضعوها في مزان بين يدي الله تعالى قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمن أنفقوا من ما رزقناكم ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمن أنفقوا من طيبات ما كسبتم أخي العزيز أخت العزيز الصدقة تطفئ غضب الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إن صدقة السر حقيقة صدقة يسيري تطفئ غضب الرب الصدقة تمح الخطايا والذنوب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار الصدقة تطفئ من النار حقيقة صدقة إننزوية مطو كنا متوني قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال فتقو النار ولو بشق تمر المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كل مرء في ظل صدقته حتى يقد الله بين الناس الصدقة تدعو الأمراض قال الرسول صلى الله عليه وسلم داو مرضاكم بالصدقة الصدقة تؤدي إلى البر قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا من ما تحقون الصدقة تجعل الملك يدعو لصاحبها كل يوم صدقة بلي فيلي إنانفاني ملايك أموم بيمتو واكي كلا سيكو قلو رسول صلى الله عليه وسلم ونمتومي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه حكو نسيكو إلا ملكان ينزلان خيقول أحدهما اللهم أعطي ممفقا خلفا اللهم أعطي ممسكا تلفا الصدقة تبارك في المال والرزق قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال مالي أو صدقة مالي هذه تقوموا كبسة كما تقومتون صدقة شخراشنا أبيات رائعة الله أكبر ما شيري مزوري كبسة لا يستوي البخل عند الله والجود حيو ساو كبسة كما يزمون سبحانه وتعالى أبخيلي نأكرم والناس في المال مرزوق ومحدود وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أمفق ينفق علي ليس بستطاعتك أن تأخذ المال معك لكن بستطاعتك أن تجعله يستقبلك والسيدة خديجة رضي الله عنها في حادثة بدء الوحي قالت يا رسول الله كلا فوالله لا يخزيك الله أبدا والله ما يزمون حتى كخزي مليلي إنك لا تصل الرحم حاكك ويونا ونغني شنوب وتصدق الحديث ننمكولي ومنينو وتحمل الكل تنأنا وسايدية ونحاجة أي تنفق على الضعيف إذا ما نأنا مسايدية ذيف واليتيم نأنا يتيم فيلي فيلي وتكسب المعدوم فيلي فيلي أنا ما شاركوهانا أويناتو وتقرئ الضيف أنا كيريم وغيني وتعين على نوائب الحق عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس رضي الله عنهما اثنان من الشيطان واثنان من الله سبحانه وتعالى ثم قرأ الآية الشيطان يعدكم الفقر شيطاني أنكو خفشيني أنكو أغفشيني وفقارا ويأمركم بالفحشة أنكم بشيني وشافوا والله لكن يا الله يعدكم مغفرة منه وفضلا أنكو واحدين يمفت مغفرة مسماها نفضل الضغة سبعك الله وعن نبي هريرة رضي الله عنه قال نبي هريرة أنا سمى بالنبي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى الله عليه وسلم أنا سمى إذا مات ابن آدم بنا آدم وانا أبوكوفا انقطع عمل عمل ذاكي وkatika إلا من ثلاثة صدقة نجارية صدقة نجارية علم ينتفع بيه أو علم ينمنفع أو ولد صالح يدعو أو متوتومي ما أمبا يتمو بيادوه الرسالة برو ويهاركسانا حصنوا أموالكم بالزكاة زكي نجيني مالزينو كو الزكاة وداو مرضاكم بالصدقة ونواتبوني وغنجوينو كو كتو وصدقة وستدفعو أنواع البلا بالدعى نزويني زويني بلي الفيلي أينم بالي زمان أخونا بالاها خدوا ويدن بيدن إلى الجنة قنو قم قنو هاده بيبوني قنو قم قنو هاده بيبوني قنو قم قنو هاده بيبوني هاده بيبوني اشتركوا في القناة